احد الاشياء ادي منواجهها ومنشوفها كثير في الانبرس كليماتيكس اسمهم الترانسندنتل اكوشنز. والترانسندنتل اكوشنز باختلفوا عن اللي احنا بنعرفهم اللي هم الالجيبريكيكوشنز. الترانسندنتل اكوشن ما بادر احلها مباشرة واحط الفيريبل في كلوزد فور. مثلا ازا بتطلع عادة الترانسندنتل اكوشن بادطر ان احلها نيوميريكلي. بادر شحلها اناليتيكلي. فمثلا عندي المعادلة اللي احنا نعرفها مثلا معادلة الالجيبريكيكوشن. لو طلعنا عن المعادلة التالية مثلا ا اكس سكوير زالد بي اكس زالد سي. ما في حاجة احلها نيوميريكلي. مش هيك? هاي الالجيبريكيكوشن. ليش? لانه مباجرة بقدر اقول انه اكس بتساوي مينس بي زالد ناقص بي سكوير مينس فور اي سي على اثنين ايه. ما في حاجة احلها نيوميريكي. اوكي? كل فهم? المعادلة اللي ما اضرع عبر عن اللي اللي عمالي بفتش عليه. في هذا بنسميه يعني انا حليت فقطات الجواب تبعها. فبضرح المباشرة المعادلة بنسميها لكن زي في معادلات تانية طبعا كتيرها بس انا اخدت هذا المثال. زائد بي ساين تساوي سي بدي اضطر حدها نيوميريكلي او بدي احولها لما في طريقة هون مباشرة احط ثيتا. واضح يكون فاهم? ما في هون اشي احطه اقول ثيتا بتساوي شي معين. الا بحالة خاصة ازا سي زيرو. ازا سي زيرو بغضر مش هيك? ازا سي زانة زيرو كيف بحطها? ايش بعمل? بطلع تانس تزاوي مش هيك? بغضر اقول تان ثيتا بساوي. بالحالة هاي رح يكون تان ثيتا بساوي اصلا ماينس اي على مين? فالثيتا بتساوي ارك تان. بس ازا سي مباشرة. فبدي احول هاي المعادلة الى في ثلاث طرق او رح نحلوهم ثلاث امسل. في ثلاث طرق مختلفة رح نحل هاي المعادلة. بنحولها بنحولها من لعشان احلها. ليش هالا ندخل احنا في في السياق الانفرس كينماتيكس. لان عادة لما بنحل بالانفرس كينماتيكس رح يطوع معي ترانسندنتل اكويشنز. بدي اضطر اعمل طريقة معينة حتى احولهم لالجبريك اكويشنز و احلوهم ونحولي على الجواب. اوكي? ازا هلأ الثلاث التلاثة رح نطلع عليهم اول طريقة اللي هي ابسط طريقة رح اطلع عليها اللي هي بدي اربع اه واعود كوساين وسا.